اشتركوا في القناة برضو الاصحاب الشعبية الكبرى في مصر النادي الاهلي كان مخنوق كان مزنوق كان مش قادر ياخد نفسه يعني اربع خمس مباراة هزيمة كذا مباراة مش قادر يحقق فوز خروج من البطولة الافريقية توجه للبطولة الكونفدرالية حكاية رواية قصة طويلة عريضة مش الاهلي ولا جمهور الاهلي اللي سهل يتحمل الكلام ده بالرغم ان الكرة فيها كل حاجة واحنا بنقول هذا الكلام وتعلمنا الكلام ده من كابت اللطيف رحمة الله عليه لكن لكن يبقى الاهلي في قلوب الملايين من محبيه مش قادرين يستوعبوا ان الاهلي في المركز الخامس او السادس او الاهلي ممكن ما يخشش المربع ازاها بدأت القصة كلها النهاردة بالهدف الرائع بالتمرير الجميلة من جده البطقنة على رأس عمر جمال اللي بيوجد جداً ألعاب الهوى واللي كررها كتير قبل كده عمر جمال استاذ في ألعاب الهوى ولسه هيقصل ويقصل ويقصل مع مرور الوقت وهو أخذ يعني فرصة كاملة بعد إصابة طبعاً النجم الكبير جداً عمد مثل منتمناله يا رب العودة مرة تانية للملاعب ويعني ويملى الدنيا كده حركة وجمال وهاجم النادي الاهلي بضراوة الحياة في الشوت التاني مصر المقصة ما فيش شك ان حاولت وحاولت وحاولت ولكن النهاردة الاهلي كان منطفض وهقول لكم برضو إيه أسباب انطفاضة الاهلي بعد ما تقلص الأهداف وما فيش كلام ان الكبار لما بيرجعوا يتصدروا المسابقة شيء بيسعدنا يعني طبعاً سموحة نادي عظيم ومع رئيس نادي حاجة ما فيش بعد كده فرج بيعمر الحقيقة كل حاجة عاملها ونقل هذا النادي اجتماعياً من الصفر إلى عنان السماء وعمل فرقة كرة ما فيش أحلى في الدنيا من كده لكن ما فيش شك ان مجموعته اللي فيها الاهلي كل باصص ان لازم الاهلي يبقى فوق واسموحة ماشي ممكن يجي تاني مثلاً يعني والاتحاد السكندري كان تاني النهاردة بقى تالت ما فيش شك جبور سكندريا نفسه الاتحاد السكندري قب شوية كمان لفوق طبعاً الاتحاد السكندري السنة دي بيعمل شيء ما حصلش من سنوات طويلة احنا كل سنة بنكاكي بنكاكي عشان يفضل في الدولة الممتاز من الثمانينات ما قبش الابة بتاعت السنة دي بصراحة يعني لكن يعني اخر مرة في الثمانينات اخر المركز التالت في نهاية الدولة وكان انجاز عظيم من ساعتها يا منتكلم في حاجة وعشرين سنة الاتحاد بعيد عن الصورة تمامة لكن هو لفاني بقى وشلته فاجئونا السنة دي الحياة هو المدير الفني طبعاً الفرنسي اللي فريد الاتحاد السكندري فاجئونا السنة دي بحاجة جديدة علينا على الاتحاد السكندري طول عمرنا نتكلم ايه اتحاد فاطله كان ماتش وهيهبط ولا مش هيهبط ومحتاج تلاتين نقطة وأنبوبتين أكسوجين عشان يقعد في الدولة لسه نادى الله أكبر ما شاء الله يعني كان في المركز التاني النهاردة زحمه الاهلي بنفس نصيد النقاط تلاتة عشرين نقطة ولكن يبقى النادي الأهلي طبعاً بفارق الأهداف وكمان له مباراة بالنسبة لاتحاد السكندري الأهلي له مباراة لازم يلعب عشان يتساوى في عدد مباريات اتحاد سكندري اللي هو 14 مباراة تحاد سكندري مرأة الأسبوع ده والأهلي هيلعب مع الرجاء لما يلعب مع الرجاء إذا كسب الأهلي الرجاء هيشد الستة عشرين نقطة يتساوى مع سموحة ولكن سموحة لعب 12 مباراة بينما الأهلي لعب 13 مباراة لعبة الكراسي الموسيقية شغالة وإحنا أكتر ناس مستفيدين بها كجمهور الأهلي حمر المجموعة الأولى هل الزمالك هيبيض المجموعة التانية العلم عند الله لكن حتى الآن خلاص لما تبص على جدول الدوري تلاقي الأهلي كده نور فوق في المركز الداني وبعين ما شاء الله موسى إيدان لا 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 ظلمنا أعترف وأقر ظلمنا لما جي قاعد عالدكة وبتاعه مش هارفين ما بيلعبش كلنا قلنا الله هو الأهلي متعقد على لعب يقعد عالدكة لكن لما لعبه أخذ الفرصة النهاردة هو رجل المباراة دون منازع دون منازع ده هو شوف اللامة الجوه وبعين بص عملها فين وبعدين العبدالله سعيد النهاردة في أجمل حالاته مش عايزين يعني مش عايزين نغروك عشان تشتغلوا كده على طول لأن ما فيش نقاط هتجلكوا إلا بالمجهود اللي انت بتعملوه قدامنا ده إيه وعا تفتكر إن عندك زرار أو فنوس هتدعاكوا ويطلع لك واحدة حقالك ثلاث نقط بالمجهود اللي بيحصل في الملعب ده والحلقة الجديدة بتاعت محمد يوسف عاملة شغلة برضو مش بطال هي اللي هجيب الثلاث نقطات هذا المجهود اللي بتعمل في الملعب بص التمرير بتاعت موسى إيدان يا سلام وبعدين عبدالله سعيد ببطن رجله زي ما يكون حططها بإيده جميلة 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 النهاردة مصر مقصة حاولت ولكن الحقيقة حظهم إن الأهل النهاردة انتفض انتفاضة مش عادية وعبدالله سعيدة النهاردة جونين ما عملهاش من الدور الأول من ماتش سموح لو تفتكروه فتكرة كان في الإسبوع الثاني أو الثالث حاجة زي كده ثالث وجاب جونين وبعد كده ما فيش جوان بقى دابل لكن ما فيش أحلم الجونين دول الأولانية اللي كسر بيها على يمينه وحطها بوش رجله والتانية اللي استقبلها ببطن رجله وحطها ببطن رجله جميلة وأخيرا شفنا سنان عبدالله سعيد بما يعني إنه قد يعني قد ضحك كان مكتائب كان مقفول الرجل اللي قاعد محمود طهر ده هقول لكم إيه اللي عمله مبارح بعد ما انخلص اللقاطات دي بص موسيدان ما شاء الله ما شاء الله بص الولد بص الولد بص تحركاته بص جمع لا 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 يعني إضافة 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 كبيرة جدا جدا للنادي الأهل حياة وأتسور إنه هو حجز مكانة مؤكدة في صفوف النادي الأهلي ولس موسيدان ده كمان لما يعني يتقلب على الأهل شوية والدنيا تتزبط معه كمان أكتر وأكتر هتتفرجوا عليه لأنه اللاعب ثقة وهو بدأ يشعر بالثقة وبدأ يحس أبص بص كل اللي هو عايزه بيعمله كل اللي هو عايزه بيعمله وهذا الكاميروني لعب القطن الكاميروني لعيب كان في القطن الكاميروني مكسر الدنيا الحقيقة يعني لما جاي هنا في الأول كان مخدود ما كانش عارف يباصي وكان بينزل ربع ساعة ولا 12 رياه ولا بتاع ما بيلحقش وعايز يعمل كل حاجة فما بيعملش أي حاجة وبالتالي لما محمد يوسف أنا بحييه حقيقة على أنه هو اداله الثقة الكاملة دي حاجة جميلة جدا 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 ومن ثم بدأ يعبر عن إمكانياته حقيقة الجون دا جون الجون دا جون والمونديالي العالمي جمال غندون قال جون ومدام المونديالي قال جون تبقى جون ولكن النهاردة برضو المساعد هناك يعني كورتين كده ما كانش في الفورما فيهم بيحصل بيحصل جدا جدا بارح في الدول الإنجليزي دا واحد طبعا الإيد مش محسوبة خلي بالكم الإيد اللي ما دادها دي عمر مش محسوبة ليه؟ لأن هو مش ممكن يحط جون بإيده دا اللي قاله المونديالي العالمي ولكن جسمه كان وراء جسم اللعبة بتاع مصر المقص طبعا هنا تبديل أحمد رؤوف ما زال يبحث عن نفسه مع النادي الأهلي ما زال يبحث عن مكان في صفوف النادي الأهلي أحمد رؤوف مع أمبي كان تحفى مع أمبي كان تحفى ما عرفش إيه اللي حصله لما راح النادي الأهلي ربما ما أخدش فرصات فرصة كاملة ربما الكيميا ما ركبتش في كذا ربما الحية لكن أحمد رؤوف أنا شايف في المستوى مظلوم 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 لأنه مش دا مستوى أحمد رؤوف خالص واحد يقول لي دا 33 داخل 34 مش عارف إيه الأهلي لا 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 لعيب مهم ولعيب قوي ولعيب هداف وكان بيكسر الدنيا مع أمبي لكن لسه يعني المكانة ما طلعتش قماش بالنسبة لحمد رؤوف معنات شفت الكعب اللي فده بقول لحضراتكم نهارده لو ما جالوش ضرب الجزاء مش هجيب جواه وكنا دايما نقول لو فضل يهاجم 90 ديئة ممكن جدا ما يجيبش حاجة بص 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 الولد بص الولد حسابها برضو التسلل لكن الحقيقة برضو دي ما فيهاش أي حاجة خالص بص 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 تاي